لا تزال الأنظار تتجه إلى مدينة الحديدة اليمنية مع سعي أممي ودولي لتطبيق اتفاق السويد الذي نص على وقف إطلاق النار في المحافظة ودخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من كانون الأول الحالي وسط التبادل الاتهامات بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي بخرق الاتفاق لجنة تنسيق إعادة الانتشار المعنية بالإشراف على سريان الهدنة في الحديدة عقدت أول اجتماعاتها برئاسة كبير المراقبين الدوليين الجنرال باتريك كاميرت وبحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية وآخرين عن ميليشيا الحوثي الهدف من الاجتماع هو تطبيق بندين آخرين في اتفاق السويد ينصان على انسحاب ميليشيا الحوثي من موانئ الحديدة ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من المدينة مصادر أممية أوضحت أن مهمة اللجنة المشتركة تتركز على مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة إضافة إلى ميناء أيصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة خلال 21 يوما من سريان وقف إطلاق النار كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة وموانئها الثلاثة والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة المصادر نفسها أكدت أن رئيس اللجنة المشتركة سيقدم تقارير أسبوعية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن امتثال طرفين نزاع لالتزاماتها في الحديدة وحتى الآن فإن كل طرف يقدم تفسيرا يتناقض مع ما يقدمه الطرف الآخر بشأن طبيعة مهام اللجنة المشتركة وهو ما يجعل مهمة الجنرال باتريك كاميرت معقدة للغاية وفق مراقبين للشأن اليمني ويعول سكان مدينة الحديدة البالغ عددهم 600 ألف نسمة على نجاح لجنة تنسيق أعادة الانتشار لتجنيب المدينة قتالا داميا قد يتسبب بأكبر كارثة إنسانية في حال إغلاق ميناء الحديدة اشتركوا في القناة